وقع حادث بين قطارين للععاب خلال إحدى جولات مدينة ملاهي جوزنبيرج لجولاند في جنوب أفملانيا بعد أن توقف أحدهم فجأة مما أصفر عن إصابة 34 شخصا وأضحت وسائل العالم ألمانية أن اثنين من المصابين نقلا جوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح خطيرة مضيفة أن السلطات نشرت ثلاث طائرات هليوكوبتر في مكان الحارث إلى جانب خدمات الطوارئ وفرق الإنقاذ الخاصة بالمتنزهة